علشان دي تطمن أخضر خليني يعود أكلامك شوية على فعاليات المنتدى بتاع النهاردة النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد انطلاق لوقائع أو فاعليات منتدى مصر للتعاون الدولي خد بالك بقى التعاون الدولي مفهوم طب والتمويل الإنمائي هنفهم طبعا ده كان في العاصمة الإدارية زي ما حضراتكم عارفين انتوا واخدين بالكم ان العاصمة الإدارية أصبحت تشهد نشاطا يعني متزايدا سواء اذا كان في إطار النشاط الرئاسي أو نشاط الحكومة ولا لسه وخدتوا بالكم انه الصيف كان يشهد نشاطا في العالمين الجديدة ولا لسه خليني يكملك خلال كلمته أكد فخامة الرئيس انه جهود التكيف مع أثار تغير المناخ لسه بتعاني من نقص التمويل هتقولي يعني يا يوسف أقولك بص يا سيدي علشان أقدر أتكيف مع مسألة التغيرات المناخية معناها أنه أنا لازم أبدأ أغير في طريقة استخدامي للطاقة ده واحد وأنواع الطاقة اللي أنا بستخدمها إحنا زمان كنا بنستخدم إيه بنستخدم النار عن طريق الحطب ثم الفحم ثم البترول والوقود الإحفوري بأنواعه المختلفة وهكذا بعد شوية أصبح في عندنا الطاقة الكهرومائية زي السد العالي كده التوربينات بعد كده بقى في عندنا طاقة الرياح وطاقة الشمس وبقينا دلوقتي بنشتغل الحاجة اسمها الهايدروجين الأخضر إلى آخره كل التطور ده معناه إيه؟ معناه استثمار معناه فلوس فعشان كده الرئيس بيقول لسه المسألة مكلفة وبيشير إلى أنه تكلفة مجبهة التغيرات المناخية عشان ما يحصلش تلوث عشان الكوكب يتعافى أفضل كتير دي بقى هنا كده إيه نظرة رئيس جمهورية مصر العربية أنه أيا كانت التكلفة بتاعة تكيفنا أو تغيرنا التغير اللي احنا محتاجينه عشان نحافظ على هذا الكوكب أيا كانت التكلفة أفضل كتير من التكلفة الناجمة عن تغيرات المناخ خلونا نسمع جانب من كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام تدى هنا بيؤكد على أن جهود التكيف مع أثار التغير التغير المناخ لا تزال يعني بتعاني نقص من التمويل ورغم أن أنا بتتفق مع الكلام اللي بيتقال أن مجبهة التغير أو مجبهة تكلفة التغير أفضل كتير من التكلفة اللي حيعملها التغير نفسه وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حد التغير المناخ بحلول عام 2025 البلدان النامية محتاج الرقم ده رغم أن هي إذا بنتكلم على أن 20 دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من الأثار فأتصور من العدالة والموضوعية أيضاً أن المساهمة الأكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم الدول النامية بالرقم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي أيضاً احنا مهمة أوي التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها على التكايف فإحنا بنقول أن إفريقيا هي الأكثر تضرورة رغم أن هي الأقل مساهمة في الآثار النجمة أو الآثار التي يترى التبالية تغير المناخ قد تقول لكم من الجملة اللي لها الرئيس المتعلقة بمسألة العدالة التكلفة السنوية على العالم 800 مليار دولار سنوياً لحد سنة 25 20 دولة في العالم مسؤولين عن 80% من التلوث اللي بيحصل في العالم وبالتالي اللي بيقولوا رئيس إيه من العدالة وشوف هنا برضو المصطلحات الحلوة من العدالة إنهم يتحملوا نفس النسبة من هذا المبلغ يعني إحنا كده تقريباً 80% يعني حوالي 640 مليار منطقي